اشتركوا في القناة الاصطوانة عن حجم المنشور وهو مساحة القاعدة ضرب الارتفاع ولكن الاختلاف الوحيد هو في القاعدة فكرة الدرس ان شاء الله هو ايجاد حجم الاصطوانة التعبير اللفظي عن حجم الاصطوانة مساحة القاعدة في الارتفاع مساحة القاعدة ضرب الارتفاع ونفس قانون حجم المنشور ولكن كما قلنا الاختلاف هو في مساحة القاعدة يا ترى الاصطوانة قادتها على شكل ليش على شكل دائرة وما هي مساحة الدائرة طانق تربية إذن يمكن استنتاج القانون بصورة مباشرة أن حجم الأسطوانة طانق تربيع ضرب عين طانق تربيع ضرب عين حيث طانق تربيع هي مساحة القاعدة على شكل دائرة وعين هو ارتفاع المنشور الأسطوانة معزرة وعين هو ارتفاع المنشور أو الأسطوانة في درس الأسطوانة يكون عين ارتفاع الأسطوانة وفي درس المنشور يكون عين هو الارتفاع حق المنشور إذن عين هي الارتفاع سواء في المنشور أو في الأسطوانة سؤال يا شباب تحقق من فهمك عندي سؤال رقم ألف وسؤال رقم با المطلوب مني إيجاد حجم الأسطوانة في سؤال رقم ألف وسؤال رقم با لا ننسى القانون يا شباب أن حجم الأسطوانة ما هو مساحة القاعدة ضرب الارتفاع أو يمكن حفظ القنون بصرة مباشرة ووطاة نق تربية عين حيث طاة تعلمناها في درس الدائرة وهو ثلاثة واربعة عشر من مية هي نسبة سابتة أو اثنين وعشرين على سبعة وعند نظر لسؤال رقم ألف نجد أن القاعدة على شكل الدائرة نصف قطر الدائرة أو نصف قطر القاعدة ثلاثة سنتيمتر وارتفاع الأسطوانة واحد وثمانة من عشر سنتيمتر وبالنظر إلى سؤال رقم باء نجد أن القاعدة منصف قطرها اثنين واربعة من عشر وارتفاع الأسطوانة تسع متر كيف يمكن يساب حجم الأسطوانة في سؤال رقم ألف وحجم الأسطوانة في سؤال رقم باء سؤال رقم ألف لابد من كتابة القانون حجم الأسطوانة طا نق تربيعين وبالتعويض عن طا ثلاثة واربعة عشر من مية ونصف القطر ثلاثة والقانون نق تربيع يبقى ثلاثة وثثنين ضرب الارتفاع وهو واحد وثمانة من عشر إذن تم التعويض عن طا ثلاثة واربعة عشر من مية نصف القطر ثلاثة تربيع لنق تربيع ضرب الارتفاع واحد وثمانة من عشر وبضرب الأبعاد والتعويض نجد أن حجم الأسطوانة في سؤال رقم ألف خمسين وتسعة من عشر سنتيمتر مكعب رقم باء ضع تفرصة للتفكير والحل حاول تفكر لوحدك هذه القانونة والشباب بضع القانونة والحين حجم الأسطوانة تنق تربيع ضرب عين ننتظر دقيقا نشوف الإجابة تعرف تجيب الإجابة لحالك ولا ما تعرف ما تنسى النطاع ثلاثة واربعة عشر من مية نصف القطر هنا اثنين واربعة من عشرة ارتفاع الأسطوانة تسعة متر ممتاز وبالتعويض طع ثلاثة واربعة عشر من مية نصف القطر اثنين واربعة من عشرة تربيع والارتفاع تسعة الناتج مية ثنين وستين وتمانية من عشرة معزلة المتر مكعب وليس سنتيمتر مكعب متر مكعب لأن هنا الوحدات بالمتر قضى في الكتابة هي متر مكعب وليس سنتيمتر مكعب مثل آخر تحقق من فهمك في هذا الشكل أو في هذا السؤال مطلوب مني أحسب حجم علبة دهان أسطوانية الشكل طول قطرها يساوي 40 سنتيمتر إذن الاربعين هذا هو القطر وليس نصف القطر وارتفعها 50 أي ارتفاع الأسطوانة 50 إذا كان شباب قطرها 40 فما يكون نصف قطرها نصف قطرها 20 أحسنتم إذن ما هو قانون حجم الأسطوانة طع نقطة ربيع ضربعين طع ثلاثة وربعة عشر من مية نصف القطر كما قلنا 20 وليس 40 40 هنا القطر وأنا بتعامل مع نصف القطر وليس القطر كاملا 20.2 ضرب 50 كم الناتج 62 وثمانا 62800 سنتيمتر مكعب لأن هنا التمييز بالسنتيمتر تأكد المطلوب حساب حجم كل من الأسطوانة في الأشكال التالية سورة رقم واحد هذه الأسطوانة نصف قطر القاعدة ثلاثة متر ارتفاع الأسطوانة خمسة متر باستخدام قانون حجم الأسطوانة حجم الأسطوانة تنق تربيع ضربعين طع ثلاثة وربعة عشر من مية نصف القطر ثلاثة ثلاثة تربيع مضروف في خمسة وهو ارتفاع الأسطوانة كمن ناتج مية واحد واربعين وثلاثة من عشر متر مكعب السؤال الثاني حل الحالك يا شباب مع كتابة القانون عشر متنساء هذا هو قانون حجم الأسطوانة طع نق تربيعين ممتازين طع ثلاثة وارش من مية ضرب نصف القطر واحد ونص تربيع ضرب الارتفاع حج الأسطوانة ثمانية كمن ناتج بعد التقريب ستة وخمسين وخمسة من عشر سنتيمتر مكعب سؤال رقم ثلاثة ما ننسى الحداشر هذه قطر وليس نص قطر قطرا كاملا إذا كان القطر 11 فنصف القطر خمسة ونصف حاول تحل الحالك أيضا أوقف الفيديو يا شباب وحل وثم أتأكد من الإجابة حجم الأسطوانة طع نق تربيعين طع ثلاثة واربع تاشم من مية نصف القطر خمسة ونصف تربيع ضرب ستة ونصف وارتفاع الأسطوانة كمن ناتج ستمية وسبعتاشر أربعة من عشر مليمتر مكعب أنه كما قلنا أن الحجوم يقاس بالوحدات المكعبة سؤال أربعة تأكد ألبط العصير هذه على شكل أسطوانة ممتازين على شكل أسطوانة قالت الأسطوانة قطرها سبعة وارتفاع البط العصير خمسة عشر غير ارتفاع الأسطوانة خمسة عشر إذا كان قطر القاعدة سبعة فما نصف قطرها نصف قطرها ثلاثة ونصف ما هو قانون حجم الأسطوانة طع نق تربيع ضرب عين طع ثلاثة واربع تاشم من مية نصف القطر ثلاثة ونصف تربية ضرب خمسة عشر وهو ارتفاع البط العصير كمن ناتج خمسمية سبعة وسبعين سنتيمتر مكعب إذن لا بد أن نتذكر وما ننسى قانون حجم الأسطوانة طعنق تربيعين والقانون الأساسي يا شباب سواء في المنشور أو في الأسطوانة قانون الحجم هو مساحة القاعدة ضرب الارتفاع مساحة القاعدة ضرب الارتفاع وما ننسى هذا القانون بهذا عزيزي طلاب درس المناجي الأهلية نقول قد عينينا معكم شرح درس حجم الأسطوانة نسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر القنوات الرسمية في قربات الواتساب والتليجرام تعليمنا مستمر بهمتكم دمتم بخير اشتركوا في القناة